الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله يقول الله عز وجل في محكم كتابه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هكذا أخبر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو وأمته هو والمؤمنين من أمته أن يقولوا قل هل ننبئكم هل ننبئكم هل نخبركم بالأخسرين أعماله أي الذين خسروا أعمالهم أنفقوا أوقاتهم وبذلوا جهودهم وقاموا بأعمال عظيمة جليلة لكنهم لم يربحوا شيئا ولم تثمر أعمالهم خيرا إنما أنتجت لهم شرورا وخزيا وعذابا أليما هل ننبئكم بالأخسرين أعماله كالتاجر الذي اشترى سلعة يرجو منها ربحا فكانت فكانت عاقبتها خسارة فخسرها وضاع وضاع منه منها أمواله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ضل سعيهم هلكت أعمالهم وذهبت جهودهم وضاع سعيهم في هذه الحياة قدموا أعمالا في ظاهرها حسنة لكنهم لم يجنوا من خلالها إلا خسرانا مبينا كانوا أخسرين أعمالا ظل سعيهم في الحياة الدنيا لكنهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا يحسبون أنهم يفعلون خيرا وأنهم يقدمون لأنفسهم ما يجنون ثمراته في الآخرة هذه هي النهاية السيئة لهؤلاء لكن ما أسباب هذا الخسران المبين الذي ما وراءه خسرا أسباب هذا الخسرا أسباب هذا الخسرا إما أن يكون باختيار دين غير دين الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين الذين اختاروا لأنفسهم دينا يتقربون به إلى الله في زعمهم ويتعبدون بطقوساته يظنون أن ذلك يقربهم إلى خالقهم وبارئهم هؤلاء خسروا أنفسهم وخسروا أعمالهم فمن الناس من اتخذ الملائكة أندادا من دون الله يعبدونهم من دون الله يتقربون إليهم بأنواع العبادات بزعمهم أن ذلك يقربهم إلى الله زلفا كما فعلت قبائل من قريش كانوا يعبدون أصناما يقولون هذه الأصنام إنما ترمز إلى الملائكة والملائكة بنات الله فهم يعبدون الملائكة بزعمهم وأن ذلك يقربهم إلى الله فهؤلاء خسروا حياتهم خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم وهم الأخسرون أعمالا ومن الناس من عبد الكواكب والنجوم وذعموا أن ذلك أن عبادتهم تقربهم إلى الله عز وجل وأنهم ينالون منها مصالحهم في هذه الحياة وأنها تشفع لهم عند الله يوم القيامة فهؤلاء هم الأخسرون أعماله ومن الناس من عبد الجن وزعم أن الجن عبادتها تنفعهم في هذه الحياة فجعلوها شركاء لله وهم يحسبون أنهم مهتدون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ومن الناس من عبد الأنبياء أو بعض الأنبياء والصالحين بزعم أن عبادتهم تقربهم إلى الله زلفا وأنهم يشفعون لهم عند الله يوم القيامة يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هؤلاء من الأخسرين أعماله فمن اتغى ديلا غير دين الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فمهما قدم من عمل يبدو للناس أنه حسن ويرى هو أيضا أنه حسن إن لم يكن مبنيا على الإيمان بالله وبأصول الإيمان وبالتمسك بهذا الدين فإن ذلك لن يكون مقبولا عند الله عز وجل مثل الذين كفروا أعمالهم كرمال اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد والذين كفروا أعمالهم كصراب بقيعة يحسبه الزمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل الإنسان مهما كان هذا العمل حسنا ويثيبه على ذلك في الآخرة إلا إذا كان عمله مبنيا على الإيمان الصحيح إن لم يكن كذلك فإنه لا ينفعه يوم القيامة وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث مسروق بن العجدع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان رجل يطعم المساكين في الجاهلية ويقرد ضيف ويسل الأرحام ويحسن الجوار أكان ذلك نافعه أكان ذلك ينفعه يوم القيامة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة إنه لم يقل يوما من الأيام إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين إنه مات وهو لا يؤمن بالله ربا واحدا إلها يستحق العبادة من دون غيره ولم يكن يؤمن بيوم القيامة يوم الحساب يوم يجزي الله سبحانه وتعالى العباد إن كان محسنا فبالإحسان إن كان محسنا فبالجنة وإن كان مسيئا فبالنار لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فالكافر مهما عمل ومهما بذل فإنه يعمل عملا لا ينفعه يوم القيامة وهؤلاء هم من الأخسرين أعماله الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعة أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وكذلك من أسباب الخسران الخسران المبين ومن الذين هم الأخسرون أعمالا يوم القيامة الذين يتقربون إلى الله بقربات وبعبادات جليلة لكن ذلك مع سوء المعتقد سوء الاعتقاد فساد المعتقد لم يكن اعتقادهم اعتقادا ناشئا أما جاء به الكتاب والسنة بل انحرفوا أن جادت الطريق عن السواء السبيل فهؤلاء مهما قدموا من الأعمال الصالحة فإن ذلك لم يكن ينجيهم من سقط الله وعذابه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخوارج وأخبر أنهم سيكونون شديد العبادة سيكتكون عبادتهم عبادات يتعجب منها المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم القسمة فكان أحد الأعراب الجفات لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين وأعطى عناسا ومنأ عناسا أعطى من عن يمينه ومن عيش ماله ومنأ من عن ورائه فقام رجل فقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فقام عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإنه سيخرج من دئدئي هذا ناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامكم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وهكذا وصفهم بشدة عبادتهم حتى يحتقر المسلم المؤمن عبادته بجنب عبادة الخارجي يحتقر سلاته مع سلاته ويحتقر سومه مع سومه ويحتقر زهده ويشتدون في قراءة القرآن وقد أخبر أحدهم أنه كان مع علي رضي الله عنه لما مروا بمعسكر الخوارج فسمعوا منهم دويا كدوي النحل أي من كثرة قراءتهم للقرآن صار معسكرهم صار فيه دوي كدوي النحل وقد أخبر عروة بن حدير وقد قتل ابن أبي زياد عروة بن حدير أحد الخوارج فسأل مولاه عن هذا الخارجي عروة فقال سف لي هذا الخارجي فقال له أتريد أن أطنب أو أن أختصر فقال بل اختصر فقال ما قدمت له طعاما في نهار وما فرشت له فراشا في الليل قط يعني كان كثير الصيام كان كثير الصلاة ومع ذلك تنكب عن جادة صراط السوي وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبع نهج الخوارج الذين يكفرون صحابة رسول الله صلوات رضي الله تعالى عنهم ويكفرون الأمة جمعا إلا من كان معهم فهؤلاء مع شدة عبادتهم وشدة أو كثرة أعمالهم الصالحة التي يتقربون بها إلى الله لكن مع ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الربي فلذلك أول علي رضي الله تعالى عنه هذه الآية فيهم أول علي رضي الله تعالى هذه الآية فيهم بأنهم من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون السنعاه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وللخطبة بقية إن شاء الله يبودغو ديادة كرالي ستبتغ الله ديادة أمنشي ستبتغ النبي الرحمة النبي من محمد صلى الله عليه وسلم ديادة أمنشي ستبتغفروه إنه هو الغفور الرحمة النبي من محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أتشكي لتافي السمي جرما يناتشوا هل منبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا كتيش مباق لابارن واندسك في الكوة أسار رأي كنسو الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا سوني واندأي كنس يلالا تشيتون على يوسط الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعة الغالن سنة أمن سنة كوتة أيك اللحة واندى ألا أن ننسون سكا كافر وآيوين أبانججن سنة دهدوى دهشي العنقوبة القيامة اللحة بضع مطير مسلمي زاني وبانججي سبحانه وتعالى أتشكي لتعالى آية مي جرما يا أمر جاء النبين سا دسورا مميني جكين الأمة سا دسو شيلان تادة شوا شم باوك لابارن ودن دسك في قوة أسارة ودن دسك في قوة أسارة أيكا ذاسي أيكا منيا منيا ذاسي أيكا دا أظاهر سماس كوني ذاسي كوتتا ووسو ذاسي كوتتا ومبقاتا ذاسي جيدسو ذاسي أبانا الدسو ذاسي كوتسان شاء الله دا ووسو إبادو أما كمكالشي ذاسي أسارة ودن دا إبادو سنات أمماني كوتتا واسكي سنات أمماني ذاسي سا مكيا كاوان ساكم كوني أيو كان دسكي منيا منيا أما كالشي ذاسي أسارة كمارتان كاتور دسي سو كدر يناسات أمماني ذا شئ ما دو ورر با دا كالشي يتب كممونة أسارة ذاسي أسارة أيو كان سو دا أبانجي سبحانه وتعالى كفو أو نأيو كان مبذائي با فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا باذا مسن يامس ميزانا أوان أيكين سبا سبو دا كبار إما أيكين يابي إسكا ياتفي بابشي أبانجي سبحانه وتعالى يارو نشي وايكي باذي سمكاروا بأو جنسى سيدانيا بتفلقي إلن يدى يتارى يأيكو أنبا وانسي ويأبو بوا داداما دسكي جاو وإيوكا سزمان بانزا ودا فوا ذاهرين سمسي كو ودا فوا إلو ذا أغانين سمسي كو سو أممكو مكريشي أرانو ببي إما ما سسو باذا سأماني سدقو ميبا إلا ما أبانجي سبا وطعالى يتوى أن نأيو كان سزمان مياغو وإيوكا ذا أكاما سو دلائفة أكاما ذا أكاما أبو بوا Hunter سكي جاو أسräر أيكا أكو واندى يؤمن آديني قلللش من الدين المسلي الدين المسلي وليس دينه كل شكرا وقت الله إليك وإيوكا أبانجي غير الإسلام وإيوكا أباني ومن آدين المسلي وإيوكا أباني وقت الله يكبر في أكب وليس كو وها في الاخيرة من الخاصرين وما الاهراء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة